إلهي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشرفون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاه من عباده أننذره أنه لا إله إلا ألم تقوم خلق السماوات والأرض بالحق دعالى الله عما يشركون خلق الإنسان من نظفة فإذا هو خصيل مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرعون وتحمل أشقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رئيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينتهم ويغلقوا الله ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء الله داكم أجمعين وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء الله داكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تشير ينبت لكم بالزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وما در عليكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وهو الذي سخر البحر لتحكروا منه لحما طريا وتستخلصوا منه حية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبته من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلى مادهم وبالنجم يهتدون أبا من يخلق كمن لا يخلق أبا لا تتترون وإن تعدون عمد الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلمون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أقوات غير أحيائي وما يشعرون أليانا يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكات وهم مستكرون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكات وهم مستكرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارا كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يدرونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القوائد فخر عليهم السق من فوقهم وأداهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزين ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوت العلم إن الخزي اليوم والشوء على الكافرين الذين تتوفاه الملائكة طالبي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من زوء بلا إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جأن مقالدين فيها فلا بأس مثوى المتكبين بعد هذه التدور المباركة من ذات الحكيم والتي كانت من تغتيل